في إحدى الغابات كان يعيش أسد همه الوحيد هو الأكل والنوم وعلى الرغم من حبه للطعام إلا أنه كان لا يحب الصيد فكان يعتمد على الثعلب في استدراج الفرائس إليه فيقوم الثعلب مستعملاً الكذب والخداع باستدراج الفريسة إلى عرين الأسد وعندما تصل الفريسة إلى العرين يتولى الأسد باقي المهام ويحسن استقبال فريسته وفي يوم من الأيام طلب الأسد من الثعلب أن يحضر له حماراً على الغداء فذهب الثعلب إلى الحمار وأخبره بأن الأسد يريد تعينك ملكاً للغابة فأسرع الحمار إلى الأسد حالماً بمنصبه الجديد وقبل أن يتكلم الحمار بكلمة انقضى الأسد عليه وقطع إحدى أذنيه عاد الحمار إلى الثعلب وأخبره بأن الأسد قطع أذنه فأجابه الثعلب قطعها ليضع التاج فوق رأسك أن يذهب واعتذر من الأسد لسوء ظنك به ومرة أخرى عاد الحمار إلى الأسد واعتذر عن سوء ظنه وطبعاً لم يفهم الأسد عن أي شيء يتكلم الحمار فانقضى عليه ولكن هذه المرة قطع ذيله غضب الأسد لهروب الحمار وهدد الثعلب إن لم تأتني به أكلتك عوضاً عنه فلحق الثعلب الحمار وقال له أتعبتني أتهرب من الملك والسيادة لقد قطع الأسد ذيلك لتجلس على عرشه وإلا فكيف ستجلس على عرشه مع هذا الزيل الطويل العجيب هنا أن كلام الثعلب أقنع الحمار ليعود إلى الأسد مغمضاً عينيه حانياً رأسه منتظراً الأسد ليتوجه لكن الأسد توجه بضربة أنهت حياته وبعدها طلب الأسد من الثعلب أن يسلخ الحمار ويحضر له المخ والقلب والكبد فنفذ الثعلب ما طلب منه غير أنه قام بسرقة المخ وقدم الباقي إلى الأسد وعندما سأله الأسد عن المخ أجابه السعلب لو كان فيه مخ لما عاد إليك بعد أن قطعت أذنه وذيله صحيح أن هذه القصة من محض الخيال لكن فيها عبرة مضمونها أن لا نثق بمن خدعنا أكثر من مرة وكما يقول المثل إذا خدعتني مرة فهذا عار عليك أما إذا خدعتني مرتين فهذا عار عليك